اللي بيحصل داخل جماعة الإخوان أكيد سمعتوا عنه علشان كده مش هتعبكم في تفاصيل اللي حصلوا وبيحصل من سرعات ما بين جناح إبراهيم مونير في لندن وجناح محمود حسين في اسطنبول لأن الموضوع لمسببات تانية ولو محور معين بحسب مشاهدتي لم يتناولها الإعلان مسببات مرتبطة بشكل مباشر برئيس المصري عبدالفتاح السيسي والنظام القطري وطبعا النظام التركي تعالوا نتعرف مع بعض على المسببات دي السلام عليكم عبدالفتاح السيسي هو محور الخلاف الكبير اللي بيحصل في جماعة الإخوان إزاي الكلام ده؟ ده اللي حنعرفه دلوقتي بس زي معطكم مش هتخل في التفاصيل المملة بخصوص الخلاف ما بين جناح اسطنبول وجناح لندن في جماعة الإخوان بس لازم إشارة بسيطة لطبيعة الجناحين دول عشان تكون الأمور واضحة أكتر باختصار إبراهيم مونير اللي هو نائب المرشد والقائم بأعماله هو زعيم جناح لندن في جماعة الإخوان والأهم من كده إن إبراهيم مونير بيمثل الوجه الدولي للجماعة يعني بالبلد كده إبراهيم مونير بيمثل الوجه الدبلوماسي الشيك اللي من خلاله جماعة الإخوان بتتواصل مع الدول والحكومات الدعمة والمنحة وغيرها أما جناح اسطنبول بقيادة محمود حسين فهو بيمثل الوجه الثوري والميداني للجماعة الوجه اللي شغال على الأرض والمنطبي العمل الميداني وتنفيذ أجندة الدعم والممول وعلى سيرة الدعم والممول لازم هنا نقف وقفة لأن المسألة دي هي اللي تكشف لنا سر التقبطات والانشقاقات داخل الجماعة فالدعم هو النظام التركي والممول هو النظام القطري بس علشان نكون دقيقين أكتر النظامين التركي والقطري مشتركين في الدعم والتمويل بكل الأحوال يعني الاتنين بيمولوا والاتنين بيدعموا ولكن غالبية الدعم السياسي والإيواء والاحتضام بتكون من نصيب تركيا والتمويل المالي بيكون من نصيب قطر الدعم والتمويل من تركيا وقطر لجماعة الإخوان مش لواجه الله طبعا الدعم والتمويل دول كانوا الهدف إسقاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فبعد ثورة الشعب المصري على حكم الإخوان في 2013 اتقسرت أحلام وطموحات النظام التركي والقطري على صخرة الجيش المصري كان خروج الإخوان من المشهد السياسي في مصر ضربة قاسمة لمخطط الشرق الأوسط الجديد اللي أردوران جزء منه ومنوت بي قدرته بحسب اعتراف أردوران نفسه وقطر بتلعب في دور الدولة الوظيفية اللي بتحرك الأمور إعلاميا وسياسيا وتمويليا لذلك وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر عمل عائق أمام تحقيق المخطط الأمريكي السوريوني اللي بيهدف لسيطرة جماعة الإخوان على مفاصل الدول العربية لتفتتها وتشتيت جيوشها وإدخالها في صراعات داخلية تؤدي لنعدام أي شكل من أشكال التنمية والقوة العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية وكل صالح إبقاء دولة الكائن الصهيوني هي المهيمنة والقوية الوحيدة في المنطقة وبعتزر عن التفاصيل دي اللي سبق ويا ما كلمتكم عنها وأثبتها لكم فعليا بالدليل ولكن كان لازم نفتكرها مع بعض علشان نفهم أساس المشكلة اللي حصل حاليا في جامعة الإخوان المهم يا سيدي قامت دعم التركي والممول القطري بعد 2013 بتقديم الكتير للجماعة لإسقط عبدالفتاح السيسي وعلشان كده وزي ما انتوا عارفين تمويلات مليارية قدمتها قطر للإخوان خصوصا جناح اسطنبول المعني بالعمل الثوري والميداني فتم تقديم التقديم للجماعة لدعم عملياتهم على الأرض المصرية سواء عمليات إرهابية أو حجد إعلامي سواء من اسطنبول أو لندن أو تونس أو ليبيا أو أي مكان تمويلات هدفها إشعال طورة شعبية في مصر ضد عبدالفتاح السيسي فقامت القنوات اللي أخذت الدعم المالي بالمليارات خلال أكتر من سبع سنين بحملات وحملات تحريضية ضد السيسي وشوهت ودلست وكذبت وادعت ودعت لطورات وفشلت ووجهت كل برامجها وكل إعلاميها ضده بهدف تهيج الشارع المصري ده غير مشايخ الإخوان اللي قطر بتصرف عليهم علشان يكفروا السيسي والجيش المصري وكله في سبيل عمل طورة فوضوية في مصر ضد الراجل ده والجيش المصري وأعتقد أنه ما فيش داعي نفكركم بحملاتهم ومحاولاتهم لأنه كلكم كنتم تابعين اللي حصل خلال السبع سنين اللي فاتوا معتز مطر يحزق بمقدماته النارية وزبع يبعبع ومحمد مصري هيج والعيوت هشام عبدالله الشحتف ومحمد قال لي يعمل فيها جفارة ووجد يورنيم يكفر السيسي ومحمد الصغير يعتبر الطورة على السيسي جاءت في سبيل الله وانزل ما تخافشي واتطمن انت مش لوحدك وطياره البلالين واكتبه على الحيطان وخبطه بالحلل وزمره بكالكسات العربيات والتعلب فات فات وإلى آخره بقى من المحاولات دي كلها اللي بقت في الفشل واللي كلكم عارفينها كويس قوي محاولات استعانت بها جماعة الإخوان بإعلامين إخوان وغير إخوان برضو وما فيش فايدة وهنا الداعم التركي يأس من عدم قدرة الجماعة على الإطاحة عبدالفتاح السيسي وبالتالي اكتشف أردوران إن حلمه بالسيطرة على مصر من خلال الجماعة بقى مستحيلة والجماعة خسرت حاضنتها الشعبية وبقت منبوثة من الشعب اللي فهم إن هدفهم إسقاط الدولة المصرية من أجل العودة للسيطرة عليها بعد ما فشلوا في إسقاط عبدالفتاح السيسي فقرر التركي التقرب من مصر علشان مصلحته وعلشان كده قدم عربين الصلح والتقرب بأنه قيد الإعلام الإخواني في إسطنبول وقف عدد كبير من الإعلاميين وقف المكاتب الجماعة باختصار وجاه مليان الحمراء علشان يتقرب للنظام المصري إلا أردوران بنفسه كان بيدعم الإخوان سياسيا علشان يطيحوا به بس هم فشلوا وعلشان فشلوا بدأ يرفع الغاطة عنهم وبدأ الممول القطري يتزمر ويدبدل في الأرض بسبب عدم إحداث الإعلام اللي صرف عليه مليارات لأي فعل مؤثر على الأرض المصرية ضد عبدالفتاح السيسي ولأن نظام القطري نظام وظيفي لا يملك إلا أنه يستمر في دوره فبدأ الممول القطري يقلل دعمه المالي لهم وبقى بيساومهم وبيربط دعمه المالي بشرط أنه تقوم الجماعة بعمل تأثير في الأرض المصرية ضد عبدالفتاح السيسي ولأن الدعم المالي القطري انخفض انخفضت مع المرتبات والمخصصات اللي كانت بتتصرف لشباب جماعة الإخوان اللي موجودين في تركيا فاتزمروا هم كمان وبدأوا يدوروا على اللي اعتبروا حقهم المالي اللي بيتقاضوا في سبيل الثورة ما بين قسين فاكتشفوا الحقيقة المرة وهي أن قيادات الجماعة في اسطنبول بتمتلك عقارات وعندها نشاطات تجارية وعايشين في فلال وأسور فارهة بينما هم بيعانوا الأمرين من ضيق الحياة خصوصا مع ارتفاع الأسعار في تركيا ففهموا أن أغلب التمويل اللي بيجي من قطر بيروح لجيوب القيادات اللي بتراملهم الفتاة فبدأ التزمر علنيا ولقى بعضهم في إبراهيم مونير في لندن باعتباره القائم بأعمال المرشد الصدر الحنين فبعتوله شكويهم وده اللي اعتبره محمود حسين اختراق في جابهته اللي من وجهة نظره بتمارس عمل جهادي ثوري مامين قسين بينما جابهة إبراهيم مونير في لندن بتمارس سياسة المكاتب والاجتماعات في الورف المكيفة واللي زود الطين بلا انتخابات مكتب الإخوان في اسطنبول اللي ما جاتش نتائجها زي ما كان عايزها محمود حسين فطعا مشكك فيها فقام إبراهيم مونير اللي عارف تمام المعرفة إن استمرار دعم الجماعة ماليا وسياسيا لا يستقيم بوجود جابهة محمود حسين في اسطنبول بعد فشلهم الكبير خلال السبع سنين اللي فاتوا فقرر الاستئثار بالدعم فكشف الفضايح المالية لجابهة محمود حسين في اسطنبول وجمد عضوية ما يسمى بمجل الشورى الجماعة وأحالي المحسوبين منه على جابهة محمود حسين للتحقيق بتهم فساد مالي فاشتعل الصراع اللي احنا شايفينه دلوقتي وبالتالي تكون خلاصة الكلام يا سيدة يا كراء إن المسألة مسألة تصفية داخلية في جماعة الإخوان الهدف منها تحميل مسئولية الفشل الزريع لجابهة اسطنبول اللي كانت بتحصى بنصيب الأسد من الدعم المالي وبما إن الدعم المالي ده كان قطري فالقطري بدأ يقنن الدعم ويمسك إيده حبتين بسبب فشل الجماعة وخصوصا جناح اسطنبول بإزاحة السيسي من الحكم فلقى جناح لندن بقيادة مونير إنه يتصرف ويدرب عصورين بحجر فمن جهة يتخلص من محمود حسين واللي معاه ومن جهة تانية يستأثر بالدعم المالي القطري الوحده المهم إن محور الأحداث دي كلها هو شخص عبد الفتاح السيسي فشل الجماعة في إزاحته هو السبب الغيسي في اللي بيحصل لهم من وجهة نظري دلوقتي صراع الأجناح في جماعة الإخوان مضمون هو تحميل كل جناح للجناح التاني مسؤولية الفشل في إزاحت عبد الفتاح السيسي من السلطة وكل اللي نتج عنده هو مجرد تبعيات لا أكثر وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته